في أول خطوة لتطبيق بنود الاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة كشفت قيادة العمليات العراقية الأمريكية المشتركة عن اتفاق بين الجانبين جرى في أول اجتماع لللجنة العسكرية التقنية العراقية الأمريكية في بغداد لوضع خطة عمل بشأن إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق سيتم تنفيذ الخطة بحسب مصادر عسكرية عراقية وفق توقيتات محددة يتفق عليها الطرفان لاحقا على أن تعد الخطة كاملة بحلول يوليو أو أغسطس من العام الجاري حيث موعد جلسة المحادثات المقبلة كما اتفق الجانبان على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة وكانت أول اجتماعات اللجنة العسكرية التقنية المشتركة عقدت في أبريل الماضي وتهدف لوضع آليات وتوقيتات تمهد لانسحاب كامل للقوات القتالية الأجنبية من العراق وشهد أبريل الماضي اتفاق واشنطن وبغداد على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق من قتالي إلى استشاري تدريبي ويعتمد العراق على قوات التحالف الدولي في تطوير أداء قواته الأمنية من خلال التدريب والتسليح لمواجهة تهديد تنظيم الداعش الأرهابي والميليشيات المسلحة الموالية لإيران وفي حال مغادرة القوات الأجنبية العراق فإن بغداد تراهن على دور حلف شمال الأطلسي في سد الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية اشتركوا في القناة